أهلا وسهلا بكم مشاهدين نرحب بالسيد مدير مكب النفايات الأستاذ مو مهم أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أستاذ أنا دائما بيراودني سؤال حقيقة دائما أنه عمال النظافة عمال التنظيفات كيف اختاروا هاي المهنة؟ لشبه هاي المهنة؟ لا مو أصدي شيء ما شبه شيء على عين والرأس المهنة بس أنه أصدي يعني ما بيقرفوا مثلا؟ لا لا بالعكس لأنه نحن يعني لما عم نتعامل مع كيس زبالة فمنعرف أنه هو زبالة فمنلبس كفوف نحط كمامات لأنه خلص سلفا نحن عرفانين أنه هذا زبالة بينما في كتير شغلات بالحياة بتلاقي ريحتها طالعة ريحة حلوة ومنظرة من برا كتير محترم بس لما بتقرب عليها يعني بتكتشف أنه هي قمة الزبالة لك من جاية أنه حكيك مزبوط فمزبوط بس للحقيقة بلا ما تفوتنا بهالفوتات والدخلات خلينا بالموضوع طبعا الحلقة أنه كله أدى بنقصب الرقابة تعرفها بنسجل وهلأ الأصاص حامي شوي ماشي بالموضوع خلص تلغيماتك وهي بلا أول شي بدي اسألك شو بتعملوا أنتو بالنفايات يعني شو بتعملوا فيها منجمعها الزبالة ومنتلفها طبعا بتتلفوها شو تحتفظوا فيها أصلي يعني ما بتفكروا تعملوا تصنيف للمحتويات اللي فيها مشان تعملوا لها عملية دوائر مربعات شغلات لا 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 جربنا أصلا مرة أنه نحط حاويات هيك جنب بعض وكل واحدة إلى لون ومكتوب عليها مثلا أنه هاي مخصصة للبلاستيك هاي للمعادن هاي للبطاريات ما بعرف شو نجي تاني يوم بتلاقي الحاويات كلها بتفط في كياس الزبالة يا أما بتلاقي كياس الزبالة هيك مشلحها حواليها والحاويات فاضية أصنيف مين شو نحنا بألمانيا يا الزلم طب ليش هيك بصير أنا ليش ألمانيا عندنا هون بسوريا في منطقة اسمها دير عطية سمعان فيها دير عطية ترحب بكم أناك مسافر ولا مرة على حلابات طريقة ورايح لها هاي المنطقة بالذات مثلا ما فيها ولا حاوية الزبالة وبتشوفها مثل الفلة عمتل معلمة بتشتية تشوف عقب سيجارة بالطريق ليش هاي المنطقة بالسورية مو بألمانيا حلو كتير تفضل علملي الشعب يصير مثل أهالي دير عطية هلا أهالي دير عطية لسأصلا شو بيعملوا شي زيادة مني من هالشعب شو بيعملوا زيادة أول شي في عندهم يوم بيطلعوا هنين كلهم بنظفوا مدينتهم بأيدهم تاني شي في موعد بتمر فيه سيارة الزبالة فبيطلعوا الناس حاملين كياس الزبالة وبيحطوا الكيس مباشرة بالسيارة تمام فهنين ما بيحاجة لا يحطوه على باب البناية ولا لا يزتوه بالحاوية وهذا اتفاق الجماعي بيناتهم علملي الشعب يصير مثلون لتصير البلد فرجة زركتني ها فكرة طب خليني أسألك سؤال تاني ماشي توضع ليش مكب النفايات بنص البلد يعني في شرقي باب شرقي تحديدا في مكب النفايات وبتلاقي ريحته بتنسم لنص البلد شو هالحكمة هاي يا أستاذ مكب النفايات لازم يكون بنص البلد قف ليش يا أستاذ مقلب النفايات بنص البلد ليه يعني ببساطة مشان المواطن يحس انه له حصة بشي مكان لك شي مكان شو بهذا المكان بمكب الزبالة لما بيمروا المواطن بيطلع على المكب فزبالته هون ارفت تحت عينه بيجي امتى محب بيتطمن عليها لك يعني فهمت عليك بس ما عجبتني الفكرة بالمرة ليه لك مكب بيطلع ريحة شو طب ليش ما اعترضتوا على وجود بنك بنص البلد شو دخل هاي بهاي شلون شو دخل هاي بهاي مو المصاري زبالة الدنيا هاد قول زبالة الدنيا شو هالحكيها بغض النظر المصاري زبالة الدنيا مو في مصاري طالع ريحتها هي واصحابها بك هلا بطلع البصاري تطلع ريحتها هادين حاجة تلغملي قلنا لك بدنا مرأة من الرقابل لكن المصاري بتطلع ريحتها لكن ليش بيعملوا لها طبيض غسي الأموال مو لأنه طالع ريحتها ايه شو هالحكيها طبعا هادا الحكي روحوا اطردوا على وجود هدول البنوك اللي فيها هاي المصاري بعدين تقع حكيه بمكب النفايات تعمل ليس على تصنيف وما بيبع تراضي هاي المصاري بها القصة بدك ازبالة الدنيا للمصاريف ما بتطلع ريحتها ما احلى ريحت زبالة الدنيا يا زلمة إذا هي طب ليش عملوا لها طبيض أموال طبيض أموال شي تاني هادا طبيض أموال ليش غسيين ما فيني اشرح لك بالبرنامج انت طلاع لأن زبالة الدنيا السلام عليكم شغل زبالة الدنيا هاي زبالة الدنيا دخيل الله أنا زبالة الدنيا إن شاء الله كل زبالة الدنيا هناك